معرفتنا بأشكال الرموز الصوتية في الإنجليش مهمة جدا جدا لأنها هي اللي بتخلينا نعرف ننطق أي كلمة صح مهما كانت الكلمة دي بمغرد ما نبص عليها في الدكشناري وطبعا إحنا كنا بدأنا مع بعض من فترة طويلة سلسلة الرموز الصوتية في اللغة الإنجليزية عشان نتعلم مع بعض إزاي ننطق إنجليش صح النهاردة معنا حلقة جديدة من سلسلة الرموز الصوتية في اللغة الإنجليزية مع سابرين وتعلم إنجليش أونلاين عندنا النهارده رمزين صوتيين جداد اول رمز صوتي عندي هو الشكل ده حرف D وجنبيه الرسمة دي او العلامة دي ودي بتساوي في العربي الجيم اللي هي تحتها تلات نقط اللي هي الج ال D مع الجيم دي فبتبقى بتكتب كده بالعربي زي الدال كده وبعدها جيم متعطشة اللي هي الج فالرمز ده مطقوب كده فاول ما لقيه هاعرف بقى سواء بقى عندي حرف الجاي زي كلمة جام مربة مثلا اولها حرف الجاي فحرف الجاي هنا هلاقيه مكتوب كده بالشكل ده جام جام مثلا او حرف الجي لو هو بننطقه ج فهلاقيه برضو مكتوب بالشكل ده زي كلمة بريج ايج وهكذا تعالوا بقى نشوف ترجمة عملي للكلام ده ولكن بعد ما نعرف الرمز الصوتي التاني بقى اللي هو ده وده بيعاد الحرف الاي في وسط الكلمة لما حرف الاي يجي بين حروف ساكنة ويكون نطق شورة اي يعني اه اه مش اي يكون نطق اه زي ايه زي سات مثلا كلمة سات يجلس سات سات هنا الاي نطقتها اه الاي هنا جاية شورة قصيرة طبط نطق اه الاي غالبا لما تيجي بين حروف ساكنة كده بنطقها اه وده بيكون شكلها بتبقى عاملة زي الواحد كده او الاي من غير نقطة كده وبتيجي بين تو سلاشز كده وكل الرمز الصوتية لما بتكتب بتيجي بين تو سلاشز بشكل ده تعالوا بقى نشوف كلمة عملي تفسر لنا ازاي بننطق الرمز الصوتية دي يلا بقى نقرأ الكلمة دي طبعا انا لما بص في الدكشنيري على الكلمة بلاقيها مكتوبة بالرمز الصوتية كده فانا لو حافظة اشكال الرمز الصوتية وعارفة بتنطق ازاي هعرف نطق الكلمة دي بسهولة جدا تعالوا بقى نجرب كده ده حرف البي عادي وانا زي ما اتفقت معاكم في الحلقات اللي قبل كده ان معظم الحروف الساكنة بتكتب زي ما بننطقها ما بيبقاش فيها اختلاف زي البي هي هي بي مش هنطقها على كذا شكل عندي الار هي ايه ار الاس هي ايه اس الاف وهكذا عندي هنا بقى البي والار هتبقى بر بر الرمز ده اللي هو رمز الاي فهيبقى بري بري هتكتب كده وده هيترجم اي ويتنطق اي مش اي ده الصوت القصير للاي اللي هو اي فهتبقى بري وعندنا صوتنا النهار ده اللي هو ج ج فهتبقى بري 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 يعني كبري فهتبقى كلمة بري كبري طب هتقولولي ما هي بري اخرها اي الناس بقى اللي مش متابعة معايا هتقولولي بري اخرها اي هقولكوا اه بس الكلمة بالرموز الصوتية بتكتب زي ما بننطقها بالضبط ما بنزودش عليها ولا نقص يعني كلمة بالحروف ممكن نلاقي فيها حروف زيادة ولكن الحروف دي مش منطقة فبالتالي لما نيجي نكتبها بالصوتيات ما بنكتبهاش لانها ما لها الصوت هي ايه silent صامتة ما لها الصوت فبالتالي مش بنكتبها في الاصوات احنا بنكتب الاصوات اللي احنا بننطقها فقط فانا هنا نطقت ايه نطقت البي والار والاي والج ما نطقتش الاي الاي هنا silent ما نطقتهاش فبالتالي مش هحطها هنا بس انا هبقى عارفة ان دي كلمة بري يعني كبري مجرد ما اراها هنا عرفت ازاي لاني عارفة شكل رموز الصوتية عارفة ان العلمة دي معناها i وعارفة ان الرمز ده بيتنطق dj فهيبقى bridge فبالتالي هاعرف انطق اي كلمة وهاعرف النطق السليم ليها من غير اي مشكلة ليه لاني عارفة رموز الصوتية وهنا بقى تكمل اهمية رموز الصوتية يبقى الرمز الصوتي ده اسمه ايه dj dj الرمز الصوتي ده ايه اه اه اللي هو صوت القصيرة هيبقى هنا ايه bridge طيب بنرسمه ازاي d احنا كلنا عارفين نكتب ال d ولكن العلمة دي اللي هي زي j اللي هي زي الجيم المتعطشة دي كده اللي هي j بتتكتب بشكل ده كده وبعدين نقوم نزلة كده بتترسم بالشكل ده جربوا كده ترسموها واكتبو لي في التعليقات هل السلسلة دي حاسين ان هي مفيدة ليكو اكمل فيها والله افل غاية كده مستانية رأيكم في التعليقات ترجمة نانسي قنقر